السلام عليكم يا شباب في الثلاثة الأجزاء الأولى شرحنا جميع التطبيقات تحت قائمة يونيت الوحدات واليوم بنستأنف ونكمل الشروحات الـ Good Look بنشرح قائمة الـ Guardian أو البحث وتطبيقات الـ Guardian تسمح لك بمراقبة وأداء بطاريتك وإعطائك خيارات كثيرة للمحافظة على صحة بطاريتك وتحسين أداء الجهاز ومراقبة وتقييد التطبيقات التي ترفع حرارة الجهاز وتخصيص الذاكرة العشوائية والنهي الرام وفحص الملفات وقبل أن نبدأ لا ننسى أخواننا في غزة من الدعاء والمقاطعة والنشر في جميع موضع التواصل الاجتماعي وبسم الله نبدأ وعشان نشتغلين هذه التطبيقات لازم تكون محملة الـ Good Look وتطبيقين الـ Good Guardian وشرحت طريقة تحميلين في أول دقيقتين من الجزء الأول نبدأ بأول تطبيق Battery Tracker هذا التطبيق أو الموديول من Good Look يسمح لك بمراقبة التطبيقات التي تستهلك بطاريتك خلال آخر 24 ساعة أو آخر سبعة أيام وكذا بتشوف التطبيقات التي استهلكت أكثر شيء من البطارية ومثلاً أنا لاحظت أن الـ Always and Display تستهلك مني كثير خلاص أنا أطف فيها عشان أحافظ على أداء بطاريتي وأيضاً نستطيع رؤية Active Time الوقت الذي كانت التطبيقات فيها شغالة وتستطيع أيضاً رؤية الإحصائية ليوم محدد وإيش التطبيقات التي كانت تستهلك البطارية ننتقل لثاني خيار Battery Guardian هذا التطبيق بيعطيك خيارات كثيرة للمحافظة على أداء البطارية فمثلاً أول خيار App Power Saving هذا الخيار بيسمح للجهاز أن يتعرف على التطبيقات التي تسحب البطارية بشكل مفرط ويفعلها Limitation أو يدخلها في Deep Sleep وكذا يقلل من استهلاك البطارية ويرفع من أداءها وهذه الثلاث الخيارات بدأت تشوف التطبيقات التي هي في السليب مثل تطبيق الجيمال والهاتف تعرض على تطبيق الجيمال أنه بيستهلك البطارية في الخلفية فحطه في وضع السليب وبكذا يقلل من استهلاك البطارية وأيضاً Deep Sleep هذا يحط في وضع النوم العميق يعني هذه التطبيقات كأنها مش مثبتة في هاتفك لا بيوصلك منها إشعارات ولا كأنها موجودة في هاتفك وبيحط التطبيقات في هذه القائمة بشكل تلقائي عندما يلاحظ أنك لا تستخدم هذه التطبيقات لفترة طويلة وهذا يساعد من حفاظ على أداء البطارية Auto Dim App هذا الخيار بيسمح لك أن التلفون يدخل في وضع Dim Mode بشكل أسرع مثلاً إذا رحنا لإعدادات وكان حقك Time Out مثلاً حق الشاشة خمس دقائق يعني بعد خمس دقائق تطفى الشاشة لما تفعل هذا الخيار زي الشرح اللي هنا موضح شوفوا الآن التلفون دخل في وضع Dim Mode انتظر لما يدي Time Out وطفى الجهاز Standard Refresh Rate Apps هذا حق تردد الشاشة اللي هو 120 أو 60 من هنا تقدر تختار مثلاً التطبيقات اللي تشاهدتكم مثلاً 60 هرتز فقط مثلاً فيه تطبيق ما يحتاج لكون 120 هرتز وعشان ما تستهلك شطاقة أكثر مثلاً نقول Enemies Layer لما أنا في وسط Enemies Layer ما يحتاج لكون 120 هرتز خلاص أوتوماتيكيين أول ما يدخل Enemies Layer يرجع لها 60 هرتز وبكذا حاضط على أداء البطارية وهذا خيار جميل جداً اسمح لك أنك تسوي شاشة سوداء في نفس الوقت ما يغنقش التطبيق الذي شغال بهذا الخيار يضيفه لك هنا شوفنا أنا ما يضغط عليه طف الشاشة والتطبيق الذي تحت شغال طبيعي مثلاً إذا كنتم تشغل يوتيوب فعلت هذا الخيار طفيت يجلس اليوتيوب شغال والشاشة في نفس الوقت طافية وكذا ما تحتاج النسخة premium أو عن طريق الأكسبيلتي بطن مثلاً أنك تفعل بس 70 كده تضغطه كده طفي Network Power Saving من هنا تقدر تحدد التطبيقات التي إذا كنت مثلاً تستخدمها يحول من 5G إلى 4G لأن 5G يسحب بطارية أكثر Power Saving During Bit Time هذا يحافظ على البطارية أثناء نومك من هنا تقدر تحدد متى يبدأ النوم ومتى ينتهي وبكذا لما يجي الساعة 10 بالليل أثماتيكياً يقلل من أداء الجهاز عشان يوفر طاقة Extend Battery Light هذا يعطيك كل إعدادات الجهاز الذي ينصحك بتغييرها لتحسين أداء البطارية فمثلاً يقول لك شغل التارك مود لأن هذا يحسن البطارية وخلي الـ Resolution حق الشاشة على Full HD لما اضغط هنا الأعدادات تحددها Full HD وخلي تردد الشاشة على 60 هرتز لما اضغط هنا Adapt Tip يعني 120 هرتز وStandard اللي هو 60 هرتز وخلي سطوع الشاشة تلقائي لما اضغط الاعدادات تحدد من هنا تلقائي ومن هنا يقول لك Time Out حق الشاشة أنا مخليه 5 دقائق ينصحك أنك تخليه دقيقتين أو أقل وهنا البث ينصحك أنك تطفيه وهنا Always In Display ينصحك أنك تخليها فقط للإشعارات الجديدة وهنا الفيديو Brightness تخليه Normal ما تخليشه Bright وأنك تشغل Eye Comfort Shield لأنه يخفف من استهلاك البطارية وتشغل وضع Wi-Fi Power Saving Mode عشان إذا شاهدك لا تستخدم شنة يخفف من استهلاك البطارية وينصحك أيضا أنك تطفي صوت الكيبورد لما تكتب تفعل من هنا العدادات تفعله Off وكذا صلحت كل عدادات الجهاز الذي تسمح لك وقت استهلاك أكثر وعمر بطارية أفضل Gelexi App Poster للأشخاص الذين يفعل عادة تشغيل الجهازه كل فترة وفترة عشان يحسن من أدائه هذا التطبيق يسمح لك من أنك ترفع أداء الجهاز بدون ما تحتاج إلى عدد تشغيله يفعل Optimize لجميع التطبيقات كأنك تفيت الجهاز وشغلته تفعل عودة يجلس شغال بالخلفية الطبيعي واستخدم هاتفك ننتقل ل Thermal Guardian هذا بيسمح لك المراقبة الظروف والتطبيقات التي أدت إلى ارتفاع حرارة الجهاز فمثلا في هذا المكان أو هذا الوقت ساعة 12 ارتفع حرارة الجهاز والسبب Environmental أن الجو كان أصلا حامي وأيضا كان فيه استخدام عالي للمعالج ويقول لك هذا التطبيق اللي استخدم المعالج لما أدى إلى ارتفاع الجهاز تقدر تفعله بعد طريق هذه النقطة أنه يقيد هذا التطبيق في مثلا هذا التطبيق إذا رفع حرارة الجهاز مرة ثانية فعله Restrict أو قيده عشان ما يرفعش حرارة الجهاز والتطبيقات اللي انت فاعل اللي هن Restrict بتحصلهن هنا تقدر تحذف مثلا التطبيق إذا أنت معت الشي يفعل لك Restrict أنه يشتغل بكل أداءه تقدر أيضا تضيف إعدادات مثلا الخيار الأول إذا ارتفعت حرارة الجهاز يقيد أداء المعالج والخيار الثاني إذا ارتفعت حرارة الجهاز يقلل من سطوع الشاشة وثالث خيار إذا ارتفع حرارة الجهاز أوتوماتيكيا يقلل تردد الشاشة ورابع خيار إذا ارتفع حرارة الجهاز يطفي الـ 5G ويحول الـ 4G لأن الـ 5G يستهلك بطارية ويرفع حرارة الجهاز تفعل Apply وبكذا وكل شيء يحصل أوتوماتيكيا ومعك الخيار الثاني اللي هي CPU Usage استخدام المعالج وتلاحظ هنا فيه استخدام مفرط للمعالج وتشوف التطبيقات اللي كانت شغالة واستخدمت المعالج وبكذا تقدر إذا ارتفع تحذفها إذا ما تحتاجهاش أو مثلا تفعل لها Restrict كما علمتكم قبل شوية ممريك Guardian هذا متخصص بالرام أو ما يسمى الذاكرة العشوائية الآن تقدر تشوف التطبيقات اللي استهلكت الرام وآخذ مساحة منه تقدر تفعل لهم Clean وأيضا تقدر تفعل استثناء لبعض التطبيقات مثلا التطبيق هذا أو التطبيق هذا ومن هنا تضيفين التطبيق هذا لا تفعل لاش أي Clean لحقه الرام ومعك هنا History بأداء الرام ومعك هنا Custom مخصص هذا اللي هو الوضع الطبيعي اللي جايبها الجهاز لو مثلا انت تستخدم تطبيقات وتتنقل بهم بشكل سريع وتلاحظ ان بعض التطبيقات لما تجي ترجع لهم تجي قد تقفلت وتستشتغل من جديد بهذا الخيار بيسمح للتطبيق انه يجلس شغال ويأخذ من الرام عادي والخيار الثالث فمثلا اذا معك تطبيق يحتاج انه يأخذ من الذاكرة العشوائية بشكل كبير هذا بيعطيها الأولوية فمثلا اذا معك لعبة هذا بيجعل الرام يدي الأولوية لللعبة هذه أنا عنصح اذا كان معكم رام كبير تخلوه على وضع الديفولت اما اذا الرام حقك صغير وتلعب علعاب كثير فخليه على هذا الوضع ميديا فايل جارتين هذا ما شوفش له اي اهمية كثيرة يفعل لك فحص للملفاتك بشكل عام فعل كده وهنا يوريك التطبيقات اللي اضافت ملفات لجهازك وهنا يوريك الصور الأصلية الذي يحتاج لها تعديل وهنا يوريك الصور للملفات اللي ما بش معها تاريخ فتضيف لها تاريخ فقط لغير والغود غارديون والغود غارديون ايجين هذا التطبيقات اللي دي بيشغلن هذا ولا كامل لما لما جيت تدخل الان يدخلك القائمة نفس التطبيقات وبكذا كملنا قائمة الغارديونز قبل ان ننهي الفيديو اذا عجبكم محتوى القناة لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وايضا تفعيل الجرس